من الحكم العطائية يقول العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك يعني أن العلم النافع هو الذي يكون لك ثوابه متى إذا قارنته الخشية من الله عز وجل أنت تعلم العلم من أجل الله من أجل الأمة من أجل النهضة بالناس وإلا فإن قصدت به المباهاه والتعاظم فعليك وزرة وخاب منك الأمن للأسف يا شباب مهما كانت العوائق حولكم مهما كان مستوى التعليم أو المعلمين في النهاية ما زالت المسألة بأيديكم وإذا طلبتم العلم أخلصوا النية واجعلوها لله وللنهضة بالأمة